أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائماً كي ما يفوز بني لكل متاحي علمه كيف الانطلاق وكل أمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أعزائي متابعي قناة زاد العلمية أسعد الله وقاتكم بكل خير وبرك الله في أعماركم وأعمالكم اليوم نلتقيكم مع حلقة تتبع الحلقة الماضية موضوع جميل رائع بدأنا فيه مع أستاذنا الكريم المهندس وليد محمد الفوزان مستشار تنمية المواهب البشرية نرحب بك أستاذي المهندسنا الكريم ونورتنا وزادك الله من فضله مبارك في علمك وعملك وما زال حديثنا عزاء المشاهدين ومشاهدات عن فن غرس القيم لدى الناشئة وقبل أن نخوف في مردمجنا وتذكر ما طرحنا في الأسبوع الماضي لمن لم يتابعنا نريد أن نذكركم أعزائي المشاهدين ومشاهدات بأننا نسعد بمشاركاتكم عبر وسائل تواصل اجتماعي التي تتبع للقناة وتظهر إن شاء الله على الشاشة كما أيضا سيظهر السؤال التفاعلي المتعلق بهذه الحلقة لمن أراد أن يشاركنا بمداخلات صوتية حول السؤال ويعبر الرأيه فهذه مما يسعدنا ونأنس به ونتبنى إن شاء الله نقضي وقت ممتعا مع أستاذنا ومهندسنا وليد محمد الفوزان حول هذه المادة غرس فن غرس القيم لدى الناشئة نبدأ أستاذنا الكريم ونأخذ جولة كده سريع على ما تيسر لنا في اللقاء الماضي نفعل الله بكم أبشر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعني أستاذ أنور أن أبدأ حقيقة بذاك التاريخ القديم من لدن من عهد لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله وخليل الله عليه صلى الله عليه وسلم تلك الحياة التي كانت مليئة وأستحضر تعامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء مع ابنه إسماعيل وكيف أن تلك الحقبة من الزمن وذاك الزمن الذي عاش فيه إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت حقبة فعلا مليئة بالتعامل القيمي بين الأبي وأبيه بين الأبي وابنه وبين الأبن وأيضا أبوه قيمة الوفاة وقيمة الصدق وقيمة الأمانة ويعني ما شاء الله من القيم ما شاء الله تبارك الله الراقية والسامية لا نكل ولا نمل إذا قلنا مرة أخرى أن القيم كانت وستبقى وستكون كذلك مستقبلا هي الذي يضبط ويوجه حقيقة البوصلة في سلوكيات وتصرفات الناس قاطبة في كل زمان وفي كل مكان تحدثنا في الحلقة السابقة أن القيم لها أهمية فعليا هي روابط في المجتمع القيم هي محركات لسلوك الأفراد أي ما يتكون أعمارهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة لربما حتى يعني يكون الإنسان حتى في عمر متقدمة تحدثنا أيضا أن القيم هي معناها الاعتدال أو معناها الاستقامة والسلوك القويم تحدثنا أيضا في المرة السابقة أستاذ أنور على مكونات القيم الثلاث وقلنا أن أي قيمة في غرسنا لها وتعزيزنا لها هي تتشكل من ثلاثة محاور ومكونات رئيسية المكون الأول هو المكون المعرفي المهاري العلم بهذه القيمة وأهمية هذه القيمة والمكون الثاني هو المكون الوجداني تماما المكون النفسي وأما المكون الثالث والأخير هو المكون السلوكي بمعنى آخر إذا أردت أن تعرف أنك فعلا تعزز وتغرس هذه القيمة وأنت تسير في الطريق الصحيح في طريقك وفي مسلكك لغرس وتعزيز القيم يجب أن تراعي هذه الثلاثة مكونات معرفي وجداني وسلوكي سلوكي طبعا ذكرنا أكثر من مرة بالتسلسل هذا ذكرنا أكثر من مرة أن هي التصرفات هذا ما نقصد بجانب السلوك وتحدثنا أيضا في الحلقة السابقة عن الفرق بين غرس القيم وقلنا أنه يبدأ من نعومة أظفار الإنسان في الطفولة المبكرة متوسطة ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعزيز وأيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن غرس القيم يشابه إلى حد كبير كأن الإنسان يبدر بدرة ويزرع زرعة في شجرة والبدرة هي القيمة والأرض الزراعية هي المكان الذي هو الشخص الذي نريد أن نغرس فيه هذا القيمة والزارع هو المربي بالمقابل هذا بس من باب التشبيه المجازي إذا صح التعبير وأيضا مهارة الزارع هي مهارة هذا المربي وسنتحدث إن شاء الله حلقة اليوم أكثر ما تكون حلقة تطبيقية كانت الحقيقة الحلقة السابقة توطئة تقدمة تماما كانت خلينا نقول سميها فرشة تأسيس لما سيأتي في هذه الحلقة التطبيقية إن شاء الله تعالى تحدثنا إذا تذكر أستاذ أنور عن الست القيم السابقة وقلنا هناك ست قيم قيمة المحبة وقيمة الحياة وقيمة التعاون تماما هذه القيم التي يجب أن نحرص عليها في غرسنا لقيم أيضا الأبناء الصدق والإحسان وأخيرا قيمة قيمة الأمانة تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة على أمثلة على القيم وتحدثنا كما ذكرت لك عن أنواع أيضا القيم واليوم إن شاء الله تعالى سنسهب بإسهاب طيب بإذن الله ونسترسل أكثر في تطبيقات أكثر خلينا نقول عملية بإذن الله تعالى مع السادة والسيدات المشاهدين ومشاهدين أحسن الله إليكم بهذه الطريقة لكون حنا جمعنا بين الجانب التنظيري والجانب العملي للبرنامج وهو حقيقة فن غرس القيم لا شك أنه تطبيقي أكثر من كون نظري لأن يحتاجنا ممارسات يقتدون بها السادة المشاهدين ومشاهدات وتأسونا بها ولكم جهد مبارك أنتم وزملائكم الكرام في إصدار المجموعة الرائعة في قضية غرس وبناء القيم لعلنا نستفيد منها إن شاء الله في هذه الحلقة بشكل أكبر ندخل الآن في النقطة التي نبدأ فيها حلقتنا اليوم عن مجالات القيم ومصفوفة السلوكيات فما أدري إيش اللي نتكلم عنها حولها القضية نعم مجالات القيم حقيقة في مشروع القيم الذي عملنا عليه في سنوات المضت قسمت مجالات غرس القيم إلى ستة مجالات رئيسية وهذه ذكرت حقيقة في أحد إصدارات لمؤسسة أنس التربوية وهذه قيمة الاحترام اليوم جلبتها كمطبوعة وحقيقة هي دعمة من أحد المؤسسات المانحة الله يزاهم بالخير أيضا وهذه الحقيقة القيمة قيمة الاحترام اليوم اخترناها وسنطبق عليها عمليا ونشاهد إن شاء الله تعالى كل الخطوات هذه عندما نتحدث عن المجالات هناك ستة مجالات تماما إذا أردت أن تراعي وأن تكون فعلا تربط هذه المصفوفة مع السلوكيات وقلنا أن تصرف القولي أو الفعلي هو فعليا هو السلوك أي تصرف قولي أو فعلي هو السلوك هناك ستة مجالات جميل أن يحرص عليها المربي أو تحرص عليها أيضا الأخت المربية أول هذه المجالات هي أن نغرس القيمة ونستشعر أن هذا الإنسان الذي تغرس به القيمة له تصرف وسلوك مع الله تبارك وتعالى تماما تصرف قولي أو تصرف فعلي إذن أول مجال هو المجال مع الله تبارك وتعالى المجال الآخر هو المجال مع من؟ مع نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا رسول هذه الأمة رسول الإسلام خاتم النبي والمرسلين عليه الصلاة والسلام والمجال الثالث بعد النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه في التعامل مع كبشر هو الوالدين التعامل مع الوالدين والتعامل مع الأب ومع الأم وهم طبعا أهم حقيقة شخصين نقدر نقول للأبناء والبنات يجب أن يحترموا وأن الإنسان يبرهم وهذه طبعا وصية الله تبارك وتعالى الله عز وجل قرن العبادة بالإحسان للوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان الإحسان للوالدين تماما مطلوب في كل الأوقات وفي كل الأحوال مهما كان لا يعذر الإنسان أن لا يكون محسنا وأن لا يكون بارا بوالدين ثم يأتي بعد ذلك حقيقة الوطن الوطن الذي نعيش فيه له أيضا حق علينا ينبغي أيضا في غرسنا لقيم الأبناء والبنات وتعزيز القيم أن نحرص على أن تكون كل السلوكيات سلوكيات سليمة وإيجابية وصالحة مع الوطن الذي يعيش فيه هذا الفرد والمجال الخامس هو الأصدقاء ثم بعد ذلك الأقارب وخلنا نقول مجال السادس هو مجال الأقارب وهذه ذكرت الحقيقة في نهاية كل قيمة من هذه القيم اللي احنا ذكرناها قبل قليل وهذا مثال زي ما ذكرت لك على خلينا نقول أو أناسف ليس الأقارب الجيران لا صح الجيران تمام طبعا الأقارب في صلة الرحم نعم صلة الرحم بالضبط مرة ثانية مجالات الستة هي مع الله عز وجل مع النبي اللهم صلي وسلم عليه مع الوالدين ومع الوطن ومع الجيران ومع الأصدقاء دعنا نأخذ مثال في غرسنا لقيمة الاحترام مع الله تبارك وتعالى ما هي يا ترى تلك السلوكيات صد أنور الأخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات ما هي ترى يا ترى السلوكيات التي ننتظر من الإنسان أن تكون موجودة لديه عندما نقول أنه والله هذا الإنسان فعلا نجحنا في غرس قيمة الاحترام لديه نعم أن يعظم الله تبارك وتعالى ويوقر الله عز وجل في كل شيء هذا من أبرز صفات أن هذا الإنسان عنده قيمة الاحترام وأن يوقر الله تبارك وتعالى خالقنا تبارك وتعالى وأن يعظم الله عز وجل تماما وأن يحفظ الحقوق لله تبارك وتعالى وأن يطيع الله عز وجل وأن يتق الله تبارك وتعالى في كل وقت نحن هنا فعلا نجحنا في غرس هذه القيمة مع النبي عيصة والسلام أن يعظم النبي وأن يصلي عليه في كل حين وأن يعني في كل لربما بعد النداء أن يقول الله رب هذه الدعوة التامة ويذكر النبي ويتذكر قول رسول الله ما صلى يسلم عليه من صلى عليه صلاة صلى الله له عليه بها عشرا إلى آخره ثم أيضا مع الوالدين ونحن نعرف أن حق الوالدين حق عظيم في هذا الوجود حتى بعدما ماتهما كما ذكرنا في أستاذ أنور التي تذكر في اللقاء القاد الماضي الحلقة الأولى ذكرنا مثلا أن صلة الرحم من القيم وهي قيمة بلا شك بدون أدنى شك صلة الرحم قربة وعبادة وهي أيضا قيمة لا تأتي فجأة صلة الرحم وأنما تكون من خلال قيمة الوفاة وقيمة المحبة وقيمة حب الله تبارك وتعالى نعم جميل تماما وطاعة الله عز وجل فلذلك صلة الرحم فعليا هي قيمة ممتدة النبي الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول أن من أبر البر أن يصل الرجل أهلا ودي أبيه مثلا صلة الإنسان حتى بعدما ماتهما لا شك أن هذا من البر ونتحدث أيضا عن الوطن بأن نحافظ على مكتسابات الوطن والأشياء ونحافظ وهذا أيضا من قيمة الاحترام ومع الجيران مثلا أن نحترم جيراننا ولا يؤمن أحدكم يعني الله سلم يقول والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله خابه وخسر قال من لا يؤمن جاره بوائقه كأن هذا الإنسان ما عنده قيمة الاحترام لجاره الذي يؤذي جاره وليعاذ بالله طبعا إلى آخره وأيضا مع الأصدقاء هذا بس مثال على مجالات الستة وهناك تصنيف آخر من فويد لربما لمن يشاهدون الآن هو تصنيف المجالات الأربعة غير هذه المجالات وهي تتقاطع معها بصرع أو بأخرى الإيماني والاجتماعي والثقافي والرياضي تمام؟ هذه أيضا أربعة مجالات لربما طبعا هي قضية اجتهادية سيدنا الكريم لأنه أيضا فيما سبق أيضا فيه يعني جانب مهم جدا اللي هو قيم الإنسان تجاه نفسه صحيح أيضا قيم الإنسان ذكرتها في اللقاء الماضي أو البداية اللقاء اليوم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الطفل يا عمير ما فعلنه غير التعاون مع الأحياء غير الناطقة أو الغير العاقلة يعني هذه أيضا يحتاج أننا ويوصل النبي الله صلى الله عليه وسلم رسالة لذلك الطفل أنني أهتم بما تهتم أنت به وبتالي يكون هذا طبعا هذه صفة عالية جدا في المربي وأن لم يكن نفسه مربيا وعاليا من يكون الله صلى الله عليه وسلم وهو قمة وهو سيد المربيين عيصة والسلام وهذا يمكن أيضا يأتينا بنقطة لموضوع أنواع القيم وتقسيمات القيم ومجالاتها في أن هناك قيم تسمى حسب تصنيف بعض المربيين القيم الوجدانية التي مع الله تبارك وتعالى الإيمانية هناك القيم الخلقية القيم العقلية القيم الاجتماعية الجمالية ترى في شيء مهم نحن كن نشاهد اليوم وأنا حقيقة أوجه هذه الرسالة أتمنى كل من يذهب إلى بيت الله وهذا حقيقة نحن مرغوب مطلوب مننا هذا الشيء أن يتزين عندما يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى لا حد يذهب بملابس حقيقة غير جيدة وغير لائقة حتى لما تروح تراجع إحدى الدوائر الحكومية وإحدى المؤسسات جميل أنك تلبس اللباس الزي المناسب الزي الذي حقيقة يعكس شخصيتك وتقاليدك وعاداتك فعلياً لأن هذا أيضاً في احترام لنفسك واحترام لربما أيضاً لمن يخدمك وهذه هي ذوقية أيضاً لها شيء من الذوق أيضاً نعم جميل جميل في أثناء حديثنا هل تطرقنا إلى قضية مصفوفة القيم أو مصفوفة السلوكيات نعم تكلمنا زي ما ذكرت قبل قليل أستاذ أنور عندما تكون عندنا المجالات الستة التي ذكرناها أو المجالات الأربعة ثم بعد ذلك هذه خلينا نقسمها وتجعل هناك في تقسيمة أخرى هي مجالات خلينا نقول أو السلوكيات المرهوبة فمثلاً زي ما ذكرت قبل قليل المجال الأول مع الله تبارك وتعالى في غرسك وتعزيزك للقيم تماماً وعندك إنت عندك السلوكيات ما هي السلوكيات المطلوبة كما ذكرت قبل قليل في قيمة الاحترام قيمة المحبة قيمة التعاون كل قيمة هذا الذي يريد أن نخلص إليه وهو مهم جداً في حديثنا العام كل قيمة من القيم لها مجموعة من التصرفات القولية أو الفعلية بين قوسين سلوكيات جميل إيجابية وليست سلبية جميل جميل ننتقل بعد هذا النقطة اللي بعدها أو في شيء تبيضيف حولها القضية اللي هو مجالات القيم نعم نحن ذكرنا طبعاً قبل قليل وعطينا مثال تطبيقي قيمة الاحترام قبل قليل جميل تماماً إذن ننتقل النقطة اللي بعدها نعم اللي هي قضية أنواع ومراحل غرس وتعزيز القيم نعم هذه المراحل عادي يمكننا شوي شيء نتدرج في الدخول للجوانب بالضبط التطبيقية صحيح خلنا زي ما تفضلت قبل قليل وسألت سؤال جميل أستاذ أنوار على موضوع يعني مراعات بعض القيم أين تكون بعض هذه وين مواقعها بالنسبة للسلوكيات خلنا نأخذ هذا التصنيف ونتفق عليه حتى بس من باب المثال وليس الحصر لما نتفق اليوم أن الأنواع القيم اللي عندي وهناك مدارس تربوية كثيرة جداً في تقسيمات وأنواع نوعيات صحيح خلنا أخذ الأنواع الستة الأساسية التالية الوجدانية الوجدانية اللي هي الربانية والقيام خلنا نقوم مع الله تبارك وتعالى القيم الخلقية مثل الرحمة مثل الصبر مثل المحبة القيم العقلية مثل التعلم والتفكير نحن اليوم أستاذ أنور نريد فعلاً أن نغرس في أبنائنا كيف يتعلم على فكرة التعلم له طرقة فيه شيء اسم التعلم السريع مثلاً فيه شيء اسم التفكير الناقد تماماً فيه شيء اسم التفكير الابتكاري ونحن محتاجين حقيقةً في حياتنا كلها وفي أمتنا ووطننا وفي بلدنا محتاجين من يفكر بهذا التفكير الجميل الإيجابي الذي يرفع من حقيقة من مستوى عمله ومستوى انتاجيته كإنسان كمواطن صالح وكأيضاً كفرد صالح في مجتمعه القيم الاجتماعية مثل قيمة التعاون والإخاء والأمانة القيم أيضاً زي ما ذكرت الجسمانية التي هي تتعلق بنظافة الإنسان تماماً وهندام الإنسان وسمت الإنسان القيم الجمالية كما ذكرت قبل قليل من جهة الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إذن كأن الزينة هي قيمة جمالية إن الله جميل مطلوبة إن الله جميل وأن يحب الجمال أحسنت كما ذكرنا به الله صلى الله عليه وسلم فهذه ترتبط بالأنواع الستة إذا اتفقنا على هذا الأمر إذن نحن نريد أن نقف عند حقيقة سلوب جميل أو طريقة أنا أعتقد طريقة عملية في غرسنا للقيام في التاءات الأربع التي ذكرناها يمكن على عجالة مرة الماضية وبعدنا المشاهدين ومشاهدات في هذا الحلقة نحن نتحدث عنها بشكل بشكل ربما أقرب المجهر أكثر جميل التاءة الأولى كما ذكرنا في اللقاء السابق هي جانب التوعوية والتيقظ أن يكون عند هذا الإنسان لأمامك عنده تيقظ وهذه التاءات الأربع أستاذ أنور ومشاهدين ومشاهدات الكرامة هذه مفيدة جدا في تقويم السلوك القيمي قلنا نتفق على مصطلح اليوم مهم جدا التربية القيمية هو تقويم السلوك القيمي أنت تقيم السلوك ولكن بطريقة ماذا مبني على القيم مش تقويم سلوك عام مفتوح ولكن بناء على قيم موجودة لديه جميل إن فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأناق أعتقد أن أقالها لشج بن قيس إن لم أكن واهما أو كما جاء في القصة فرسلم لما قالها وهذه طبعا شكلها قيمة الحلم قيمة وهو خلق وهو سجية وطبع إذا كأن مجموعة القيم هي تعطينا السجايا والطباع وإذا اتفقنا أيضا عن أن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه إذن كأن طلاقة الوجه والابتسامة وكف الأذى وبذل الندى تمام كأنها أيضا هي أشياء قيم خلقية متأصلة في الإنسان إذا هي هذا تدخل تحت كلها تحت التيقب في التيقب في جانب التوعوي لا نتكلم لما نتكلم على جانب التيقب هو أول مرحلة من مراحل غرس القيم جميل وتقويم السلوك بمعنى آخر لو نسأل نفسنا سؤال في كل استراتيجيات وأساليب تعزيز القيم وش أفضل وأقرب خلنا نقول استراتيجية وأسلوب عملي في غرس وتعزيز القيم في مرحلة التيقظ أو مرحلة التوعوية هذه القدوة القدوة هي رقم واحد القدوة هي رقم واحد في هذا الجانب القصة أيضا القصص لا شك لها دور على فكرة القصص هي من الأساليب والطرق والاستراتيجيات خلينا نقول التي موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله عز وجل القرآن الكريم مليء بالقصص لقد كان في قصصهم عبرة منهم من قصصنا عليك ومنهم من لا نقصص عليك كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن تحدثنا عن القصص في كتاب الله عز وجل فلا ننسى كما ذكر بعض المفسرين أو بعض أهل في علوم القرآن أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كانت من أطول القصص في كتاب الله عز وجل بل لم تذكر قصة أخرى في صورة يوسف بأكملها غير قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقصة يوسف وإن ذكرنا قصة يوسف تماما فلا ننسى أن نقول أن قصة يوسف لمن أراد تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتدبر في معانيه ويتفكر فيه مليئة مليئة سيد أنور مليئة بالقيم العالية والإيجابية خذ مثال قيمة الإخلاص قيمة الوفاء تماما قيمة المرؤة قيمة الإثار قيمة العفو ماذا قال في نهاية القصة الله عز وجل يقول على لسان يوسف الله الله في نهاية سورة يوسف حقيقة لا تحضرني الآية الآن لما لما عفى عن قال لا تثريب عليكم اليوم نعم قال لا تثريب عليكم اليوم أحسنت لا تثريب عليكم يعني العفو عفوت عنكم نعم حتى حتى ويوسف كان في في أشد المحن كانت كانت القيم حاضرة لديه الله كيف لا وقد رباه الله تبارك وتعالى والله عز وجل يعني فعلا القصة تثير الاتمام وتنبه جدا للقيمة نعم وهذا بينقلنا إلى القيمة الأخرى وهي قيمة التفاهم والتعقل تماما وأجمل أجمل أجمل أسلوب واستراتيجية اليوم يمكن للمربي والمربية أن تسير عليه هي الحوار والتعلم الحوار ومرة أخرى أسلوب الحوار هو من الأساليب والطور لما نشوف نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويجب ولا ينبغي علينا حقيقة أن ننسى هذا الشيء يجب أن يكون بلا شك مصدر والمعين الأساس هو كلام الله تبارك وتعالى مليء بالحوارات شوف بعض الحوارات حوار مثلا الخضر مع مين مع موسى في صورة الكهف نقرأها في كل يوم جمعة تماما حوار موسى مع قومة حوار نوح مع قومة حوار شعيب حوار يعني كتاب الله تبارك المالي بالقصص والحوارات هي في واقعها وحقيقتها هذه القصص والحوارات توصل معاني بين قوسين شنقول في موضوع القيام والتاء الثالثة هنا يأتي بعد التعقل هي تفضل لهذه انذكرتها قبل الحلقة نعم من باب التأكد عليها تفضل هي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب أترضاه لأهلك أترضاه نعم يعني هذا أيضا من الحوار صحيح والسلوب الرائع جميل تماما هذا الشاب كما نعلم أتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله أذلي بالزنا نعم تمام تمام الرسلم قد أترضاه لأهلك أعفونا أترضاه لأختك أترضاه لأمك أو كما جاء في عزيز الرسلم قال لا والذي بعثك بالحق الله أكبر قال كذلك الناس لا يرضون على أقرباءهم فالرسلم طبعا أخذ إجراء وهذا المهم عند المربي أخذ إجراء آخر وهو أنه مسح على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فارجع وهنا يدل أخي وهذا سنذكرها بعد قليل أن المربي يجب أن يتسم بصمات بسمات تربوية وسمات سلوكية ومهارية وإيمانية زين وقيمية في ذاته لا يمكن ليه؟ لأن كما يقول وهذا عرف عند المربين منذ عهد طويل ومنذ زمن بعيد أن فاقد الشيء لا يعطيه هذا معروف عند المربين فاقد الشيء لا يعطيه الذي لا يعطي ما عنده شيء يعطيه ما يستطيع يعطي ماذا وهو يفقده طبعا هذا الرسل طبعا الصحابي أو الشاب الرسلم قال فما وجدت في نفسي بعد ذلك يعني رغبة في هذه والعياد بالله الفاحشة اللي كان الرسلم طبعا نهى عنها أو كذا فهذا يدلك على وذاك الرجل أيضا الذي الله يكرمك جاء قضى حاشته في المسجد نعم زين قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه لا تزرمونا زين لما انتهى وجاء طبعا بعض الصحابة طبعا هذا طبيعي أنه إنسان يشوف واحد يعني تكرم بيقضى حاشته في المسجد شيء نعم ومنظر مناسب قال الرسلم أن هذه مساعد لم تبنى لهذا وإنما تبني قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم عنه أحدا طبعا رسلم أيضا علم قيمة أخرى وقال لقد حجرت واسع يعني أنت الأمر واسع وأبسط مما وذاك الرجل أيضا قصة سريعة الذي صلى وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم رجع وصلى قال ارجع فصلي أكثر من مرة قال والذي بعثك للحق لا أحسن غيرها وذاك الرجل الذي قال وقعت على أهلي في رمضان يا رسول الله زين فحتى رسلم قال لها يعني تصدق على أهل قال لها تجد صدقة تجد صيام قال لا فأعطاه عذق تمر لما قال والله ما بيني لا بتيها يا رسول الله أهل بيت أفقر مني فأعطاه عذق تمر قال حتر السلم في الحديث ضحك حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام قال تصدق بها على أهلك و هذا يدل على أن حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم سواء مع أهله سواء مع أسرته سماع مع أصحابه مليئة تماما من القيم و كل حقيقة الأنبياء والرسل عندما نتدبر و نقرأ في سيارهم و قصص التي قص الله تبارك و العلي في كتابه تبارك وتعالى نجد مليئة حقيقة بغرس القيم ابتداعا بغرس القيم ابتداعا و هذه يمكن مجالها طويل آخر تا إذا سمحتني سيد أنور نعم نحن أخذنا التياقض والتفهم والتعقل التعقل نعم هنا التطبيق التاء الثالثة قبل الأخيرة المعذرة بالتعزيز والمعايشة التربوية يأتي جانب التطبيق المعايشة التربوية تماما أنتك تطبق وتعايش هذه والتاء الرابعة هي تاء التعزيز والتمثل و تأتي في الممارسة العملية في المدح و في الثناء و فكذا و يعني و إلى آخره نعم العبد عبد الله لو كان يقوم ليها تعزيز تعزيز إيجابي تماما إن كنت عبد الله فارفع فارفع إزارك يعني فيه جانب رسائل والله إني لا أحبك يا معاذ لو تقرأ بعض الحديث حقيقة شوف أسلوب السؤال و الجواب أستاذ أنور أيضا هذا وسنتحدث بعد قليل إن شاء الله عن الإستراتيجيات جميل جميل الله يسعدك المشمه مهندسنا الأستاذ وليد بن محمد الفوزان نقاط رائعة وجميلة الآن عندنا فاصل فاصل قصير أعزائي مشاهدي ومشاهدات ونعود إليكم بإذن الله عز وجل من أهم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العفة ففي أسئلة هرقل لأبي سفيان وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال هرقل وهذه صفة نبي والعفة هي النزاهة والكف عن القبيح والامتناع عما لا يحل ولا يجمل ولا يكون المسلم تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر فعفة اللسان بترك السخرية والغيبة والنميمة وفحش اللسان وعفة البصر بغضه عن المحارم وعدم التطلع إلى ما في يد الغير وعفة السمع بترك الإصغاء إلى الحرام كآلات اللهو والتجسس على الآخرين وعفة اليد والجوارح بألا يؤذي بها أحدا ولا يستخدمها فيما لم يأذن فيه الشرع ومن العفة الحياء وستر العورات قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ولحفظ العفة أمرت النساء بالحجاب وحرمت الخلوة بالأجنبية قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ولصيانة العفة حذر الله من اتباع خطوات الشيطان التي تقود إلى الفواحش قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي أعودنا عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات نواصل حديثنا اليوم حول بناء وفن غرس القيم لدى الناشئة مع مهندسنا الأستاذ وليد محمد فوزان مستشار التنمثل المواهب البشرية وتوقفنا حول أنواع ومراحل غرس وتعزيز القيم وقبل أن ندخل في النقطة اللي بعدها لو تكرنت علينا أستاذنا الكريم ومهندسنا الفاضل لو استطعنا نلخصها كذا سادة مشاهدين شهيدان قبل أن نالج فيما بعدها جميل تحدثنا طبعا نحن قبل الفاصل مباشرة عن موضوع غرس القيم وما يتعلق بالتاءة الأربع تماما جميل صحيح لو أردنا أن نلخص هذا الكلام كله في معادلة خلينا نسميه معادلة سهلة وسريعة وبسيطة لبناء استراتيجيات نحن الآن على وشك نحن في سيرنا الآن في الطريقة العملية في الغرس والتعزيز في طريقنا إلى أن نصل إلى الخارطة خارطة وهذه إن شاء الله تعالى سنهديها في هذا المساء لكل مربية وكل مربية بدناها ما هي خارطة طريق تماما غرس وتعزيز القيم إذا أردت أن تغرس وتعزيز القيم خذ في ذهنك وفي بالك هذه المعادلة كما ذكرنا في الحلقة الماضية أيضا أن نحدد السلوك ما هو السلوك الخاطئ وأن نحدد القيمة المرتبطة به وأن نحدد الفجوة والاحتياج القيمي وأن نحدد السلوك الصحيح وأخيرا القيمة المطلوبة بهذا نكون نحن جاهزين أن نفتح إذا صح التعبير شباك أو نافذة لنطلبها على ما هي يا ترى ونسأل نفسنا هذا السؤال الطبيعي جدا ما هي يا ترى الصفات التي يحتاجها ذاك المربي أو تلك المربية كي يكون جاهزا ويكون مناسبا ويكون أيضا خلينا نقول من أفضل ما يمكن أن نختار كي يغرس هذه القيمة قبل أن ندخل من الشباك ونفضل دخل مع الباب نعم نفتح الشباك نويق من الشباك الله يسعدك عندنا مداخلة لسه طيب إذن لسه باقي معنا مداخلة لكن ما جهزت إذن حنا الآن في النقطة قبل الأخيرة في حلقتنا حول دور وصفات المربي الناجح في غرس وتعزيز القيم وهذه تعتبر الآن هي الشباك الذين من خلاله نطل على بناء وتنشئة أبناءنا صحيح نحن الآن في رحلة زين طالعين في رحلة كذا مع بعض من استكشف خلنا نقول وشفنا ورأينا ذاك المكان اللي مكتوب عليه لوحة ما هي يا ترى أهم أو ما هو المطلوب من المربي الذي يتولى غرس وتعزيز القيمة ما هو المطلوب منه ما هي تلك السمات الجدارات الصفات المهارات للمطلوب منه أول هذه السمات أن يكون العلم بالشيء أن يكون عنده ما يعطيه وأن الجائل يجهل بالشيء ما يستطيع أن يعلم للآخرين فيجب أن تكون عند الجانب العلمي العلم والمعرفة بالشيء الذي يغرسه ويتحدث عنه تماما ويحاول أن يعززه في الآخرين في الأساسيات في المجالات في غرس القيمة وغيرها رقم اثنين وهذه نقطة حقيقة أساسية ومهمة جدا جدا ولا تقلع أهمية عن جانب العلمي ألا وهي جانب التحفيز هذه ينطبق تماما عليها أيضا فاقد الشيء لا يعطيه الذي لغير محفز ما عنده التحفيز الذاتي لا يستطيع أن يحفز غيره لا يستطيع أن يكافئ غيره ونحن نقصد هنا بالتحفيز أن يدرك ما هي وسائل التحفيز ما معنى التعزيز الإيجابي ما معنى التعزيز السلبي ما معنى التعزيز المادي التعزيز الجماعي أو الجمعي التعزيز الفردي تماما متى يكون وقت المناسب المكافأة والتقدير متى تكون ترتبط بالإنجاز أو لا ترتبط بالإنجاز تماما مبدأ الثواب والعقاب تماما مبدأ الترغيب والترهيب كلها لها علاقة من قريبا أو بعيد بجانب التحفيز والنقطة الثالثة من النقاط الست أنا سميتها كفايات المربي الحقيقة وجداراتها هي جانب التربوي الجانب التربوي لديه القدرة على إحداث ولديه أيضا التوازن هو الوجداني والعاطمي حتى يستطيع أن يهيئ بيئة تربوية سليمة بيئة تعامل تربوي وأيضا يراعي وهذه نقطة مهمة في جانب الكفاية التربوية أن يراعي الفوارق والفردية والخصائص العمرية لهذه الفئة وسنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل في الخارطة التي قلناها في النقطة التطبيقية أو الجانب التطبيقي أيضا لديه حقيقة كفاية حياتية في حياته وأنا أرى من أبرز الأمور الحياتية جانب الإيجابية حقيقة لا أتصور كيف ممكن يكون الإنسان مربي سلبي ويصنع ناس إيجابيين من الصعب إيجابي ينظر بمنظار دائما كما يقولون الجانب المملوء من الكأس وليس الفارغ من الكأس لا تكون نظرة سودوية أو نظرة دائما سلبية للأشياء لأن هذا يعتبر نقص كبير في كفاية المربي يكون شخص إيجابي شخص إيجابي بالضبط وعنده أيضا نوع من التكيف العاطفي في داخله عنده معرفة بالذات عنده جانب الذكاء العاطفي الوجداني ذكاء المشاعر سميها كما تحب الجانب المهم أيضا جدا في مربي حقيقة بالأخص جانب الشخصية مكونات الشخصية المعروفة تماما هناك طبعا مكونات للشخصية من ضمنها جانب المرونة في الشخصية جانب التقبل للأشياء جانب خلينا نقول الصبر تمام الأخلاق المظهر السمت صلاح الإنسان نفسه تماما هذا كله لي أنه في الأخير قدوة تماما فإذا كانت شخصية لا تمثل شخصية إيجابية وشخصية محبوبة للآخرين تأكد البعض تجد عنده نوع من الجاذبية سبحان الله في المربي ليه؟ لأنه في ذاته وفي سمته وفي أخلاقه تماما وسماته وصفاته هو حقيقة شخصية محبوبة ومرغوب بها تماما هل ممكن سميها؟ ولذلك تساهل طريق كثير على هذا المربي يعني سميها تكامل؟ نستطيع هي جزء من التكاملية من جانب هذه الشخصية وكما ذكرنا قوى القليل جانب بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه هي كلها سمات مهمة جدا في جانب الأخلاق التي بتعريفها المبسط والسهل وآخر نقطة حقيقة أيضا أساسية جدا نحن قلنا الآن خمس نقاط الجانب الكفاية العلمية والتحفيز والتربوية والحياتية والشخصية والأخيرة ومهمة جدا هي جانب الغرس يكون عنده علم كيف يغرس هذه القيم بالنماذج والخطوات التي ذكرناها نسميها الخبرة؟ الخبرة وعنده أيضا الممارسة كمثال اليوم من يريد أن يطبق جانب التربية القيمية لازم يعرف كيف يضع خطة قيمية وحنستعرض بعد قليل على فكرة طريقة ونموذج أيضا عملي في كيف تضع خطة قيمية أو مصوفة قيمية خلينا نقول بمراعاة استراتيجيات الغرس ومعرفية استراتيجيات الغرس ما هي التي سنستعرضها إن شاء الله تعالى بعد قليل ونقطة مهمة نختم فيها السفة السادسة للغرس هي جانب المتابعة والتقييم مهم جدا أنت غرست القيمة غرستها وعزستها ولما تقيم هذه القيمة لا بد من تقييمها ولا بد من قياسها جميل جدا هذه قضية الآن هذه مهارات يجب أن كفاية قضية القياس وقضية الوضع الخطة وقضية المراعاة للمربي المربي يعني هذه من الأشياء المهمة في قضية الغرس صحيح اللي هو النقطة الأخيرة صحيح في قضية الصفات اللي هي ذكرتها الستة نعم الجانب العلمي الجانب التحفيز الإيجابية في الحياة صحيح الشخصية وأيضا عندنا التربوية وعندنا أيضا الغرس القيم أن يمارس وأن يبناء على قواعد وعصول وأريد أن أضيف شيء مهم جدا جيد للمربي في جانب التحفيز ألا وهو فن إشباع الحاجات إشباع الحاجات والحاجات ليست مادية فقط قد تكون حاجات عاطفية وهذا يدخل في نفس الغرس نعم في خطتها في وضع الغرس في التحفيز لأن أس ولب فكرة التحفيز أصلا حتى على فكرة في علم التربية وإدارة أنك تشبع الاحتياجات جميل إذا ما إشبعت الحاجة جميل لا يثار يعني الفكرة التحفيز ما هي هي إثارة دافعية نحو سلوك إيجابي مرغوب فيه جميل هذا هو التحفيز كله جميل فإذا إثارت الدوافع من خلال الحوافز نعم نسميه الحوافز فإذا كنت محفز جيد ناجح ولما تكون أيضا محفز لنفسك لأن على فكرة التحفيز ما يصير فجأة كذا لازم يكون أنت محفز نعم يعني في داخلك أنت محفز عشان تقدر فن كيف حفز ذاته جدا وهو فن فعليا فن مهارة جدارة هي الجدارة يمكن أن تجمع بين السلوك بين اثنين جميل أي تسلم الله يسعدك دكتورنا آمين مهندسنا الكريم مهندس وليد نعم نحن الآن في عتاب النهايات نعم وإن شاء الله أنها النهايات المشرقة إن شاء الله نحن نتكلم عن الوصايا الذهبية لمنظومة غرس وتعزيز القيم جميل وهذا يمكن هو لب ما طرحناه في الحلقة الماضية واليوم سنقدمه على هذه المائدة لجمهور قناة زاد يسعدوني ويسروني ذلك الله يسعدين يسعدين يسمى ذلك نحن ذكرنا قبل قليل وانت أخذتنا بعيدا وقريبا ما شاء الله عليك بأسلوبك الجميل والرائع الله يخير أستاذ أنور نحن نفتح شباك أو نفتح نافذة نافذة نعم نحن الآن خلينا نسميه البيت القيامي نعم خلينا نشبه عملنا الآن أن نحن نريد أن نبني البيت القيامي جميل بيت القيامي تربويا هذا البيت الآن فتحنا نوافذة وشبابيك ما الذي بقي؟ الباب نعم إذا أردنا أن نفتح الباب طبعا أكيد الإنسان يأتي البيت من بابه نعم صحيح لكن أنت تستكشف فتحك لهذه النوافذ والشبابيك إذا صح التعبير لكي تستكشف ولما استكشفت الطرق وماهية القيم والمكونات الثلاثة للقيم صحيح ومجالات القيم قلنا الستة وبعضهم قال أربعة نعم استحضر معي نعم راجعوا إياك نعم جميل أيضا أشتكلمنا عنه في القيم تعريف القيم قلنا القيم هي الاستقامة هي محركات السلوك هي المعايير تماما هي خلينا نقول كيف تحكم على الشخص من خلال القيم التي يحملها نعم زين والمراحل والنقاط الخمس الآن بنأخذ باب أنا أسميه الباب حقيقة إذا صحت التعبير التسمية كيف سميته خارطة طريق كيف أنك تستطيع تمام في منظومة غرس القيم فأول خطوة في هذه الخريطة وفي الخارطة أنك تطبق معادلة التشخيص القيمي وش المعادلة اللي قلناها قبل قليل من خمسة خطوات جميل أول خطوة أول خطوة إذا رأت أن تشخص وأن تقوم السلوك بطريقة القيم أن تسأل نفسك أمام هذا الإنسان المتربي جميل ما هو ذاك السلوك الغير مرهوب فيه اللي ظاهر أمامك ذكرنا في مكان تحديد السلوك السلبي نحدد السلوك السلبي هل هو الله يحفظنا وإياك السرقة هل هو لا سمح الله كذب هل هو لا سمح الله عدم لا مبالاة عدم تحمل مسؤولية حدد السلوك جميل ثم بعد ذلك اربط هذا السلوك اللي احنا قلناه تصرف قولي وعلى فكرة السلوك قد ما يكون شيء ينسوي نعم لكن شيء يقوله زين قولي أو فعلا ربما ألفاظ غير مناسبة يقول هذا يعتبر سلوك سلبي نعم ما هي القيمة هذه نقم الثنين اللي تقف خلف هذا السلوك القيمة أيضا سلبية الكذب في الغالب إذا كان يكذب مثلا مثلا طيب رقم ثلاثة تسأل نفسك وين يترى الفجوة موجودة الآن لماذا يكذب هل هي لعدم إشباع حاجة هذاك لماذا يسرق هل هو كذا يعني حين الآن لماذا له دافع السلوك نعم جميل لماذا يكذب كذا نستحضر الآن حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يصح ربطنا فيها تصدق الليلة على سارق نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث فلما في حر السلم تصدق الليلة عفوا مش على سارق تصدق الليلة على على سارق نعم تصدق الليلة على غني تصدق الليلة على زانع حديث السلم فالصحاب رسألوا يعني سارق ويصدق لعله تتصحح القيمة اللي عنده من السرقة إلى اللي يكون سارقة ويكون أمينا صادقا وذاك الغني اللي بخيل شوي وعنده شعر ربما لعله يشعر وتثير الدافعية لديه لأنه تصدق لها طيب أنا أغني لماذا تعطينه كمثال يقولك لا إذن مفروض أنا لأتصدق عليك ليس أنت تصدق عليك أعطيك مثال لأستحضره الآن أيضا الحسن الحسين كما يذكر في أحد القصص لا أذكرها بالضبط ذاك الرجل الكبير في السن أظن كانوا يتوضأون أمام الحسن الحسين صبطي النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه فذلك الرجل يتوضأ فهو طبعا ما كان يتوضأ بشكل صحيح وطبعا من هذا من الأدب الرفيع للحسن الحسين رضي الله تعالى عنهم قالوا يعني تعال شوف وضوءنا كيف نتوضأ حتى تحكم على وضوءنا صحيح ولا فطبعا لما شاف وضوءهم أكيد وضوء يعني مثل وضوء النبي الله صلى الله عليه وسلم فوصلت الرسالة ذاك الرجل اللي ما يحسن الوضوء بأن والله وضوء غير السليبس بطريقة إيش بطريقة فيها ذوق وفيها أدب وفيها قيم إذن كأن الذي يحمل ويوصل القيمة تماما أيضا حقيقة لما يوصل هذه القيمة يوصلها بطريقة بطريقة خلني يقول احترافية وبطريقة ذات مستوى عالم كما ذكرنا قبل مش ونسندنا مداخلة تسمح لنا إذن هذه أول بس عشان قبل المداخلة أول خطوة أن نحن نراعي المراحل الخمس بعد ما حددنا الفجوة القيمية نحدد شو السلوك المرغوب ثم بعد ذلك آخر شيء رقم خمسة اللي هي القيمة المرغوبة جميل ونحتاج نعيدها بعد المداخلة معنا الدكتور سالم بن سعود الشلاقي مختص في التربية والقيم أهلا وسهلا دكتور سالم الدكتور سالم السلام عليكم بركاته حياك الله يا دكتور تفضل يا دكتور أسعد الأوقاتكم أخوي لأستاذ أنور المهندس وليد وأكيد فيما طرح لأستاذ وليد وشاركته فيه يعني لكن على عجالة وفي دكتور الله يحايف تفضل تفضل دكتور نورت تفضل إشارة سريعة يعني على مركزية القيم في حياء النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يتمم صالح الأخلاق والله لما امتدحه في كتاب الكريم قال وإنك لا على خلق عظيم يعني امتدحه في جانب الخلق أو الجانب الأخلاقي نعم وهو الجانب السلوكي للقيمة الخلق الجانب السلوكي للقيمة يعتنوا بالقيم يعني أشد العناية وهي الأساس وهي اللي تحملها مركزية في عملية التربية يعني لا تعتمدوا أيها المربون والمربيات على التوجيه والآمر والنهي ولا يغررنكم أو الخوف منكم ترى مع أستاذ دكتور سعود الاتصال يتقطع فلا يغررنكم بعدها شكالت يا دكتور لا يغرر في إشكال في الاتصال يعني يمارسه الطفل لأجل إرضاء والده أو والدته أو معلمه يمارسه خوفا أو لمحاولة الإرضاء هذا السلوك أجوف لا خير فيه لأنه سيقلع عنه فورا يعني زوان هذا الداعي ولذلك عمقه يجعله الدوافع للسلوك هي دوافع قوية وهذا بناء الجانب القيمي ولذلك يعني لا بد من بناء القناعة والاختيار من خلال بناء مكونة معرفة بناء صحيحا كذلك لا بد من بناء المشاعر والفعالات العاطفية الصحيحة تجاه القيمة حب القيمة وكرهية ما يناقضها هذه قوة مزدوجة لا يكفي حب القيمة بل أيضا كرهية ما يناقضها فإذا كانت دافع للصدق يعني يقله محبة الصدق يكون الرادع عن الكذب حاضر وهو شعور الكرأة ولذلك يعني أيضا هذا البناء الوجداني مهم جدا وبناء الوجداني هو حقيقة طاقة قوية صحيح طاقة قوية وبعد ذلك ستتم ممارستها بحب وقناعة ممارسة راسخة هذا البناء هذا البناء كنت في دورة دريبية ولا كان استمعت الحلق سعدك الله سعدك الله الله يكرمك يا دكتور حقي المشاركة وإن كان ودنا يكون الاتصال يكون أفضل لانتصال بالأنترنت لكن إن شاء الله نسعد بمداخلاتك إن شاء الله معنا في المستقبل شكرا دكتور سالم بن سعود الشلاقي مهتم بالتربية والقيم تعليقك مهندس وليد ثم بعد ذلك نعيد المصفوفة صحيح الحقيقة دكتور سالم أضاف إضافة جميلة جدا وأنا ودي أبرزها هي جانب الوجداني الجانب الوجداني له دور كبير وكبير جدا وخصوصا كلما كانت وخذي يمكن النقطة سبحان الله كانت دكتور سالم معنا هذه النقطة الثانية في خارطة غرس القيم بشكل صحيح المراعي المراحل العمرية نتكلم من المرة الماضية المراحل العمرية نتكلم عن مرحلة الطفولة عندنا الميمات الثلاثة تذكر أستاذ أنور قلنا مرحلة الطفولة المبكرة متوسطة ومتأخرة نعم ونحن اليوم نتكلم أنه فعلا جانب الوجداني جانب جدا مهم يتعلق بالحب الشيء بكره الشيء إما أن يشعر إذا شاف سلوك خلينا نقول سلبي غير مرغوفي بالامتعاض تماما بأن يمتعض لا يقبل لا يقبل هذا السلوك مثلا نشوف شخص مثلا وهو يسير في مركبته في سيارته يفتح الشباك ويرمي الله يكرمك مثلا بالمهملات أو القادرات في قارعة الطريق فلا يستحبذ هذا أبدا ولا يحبذ هذا أبدا جانب الوجداني ويكره هذا تماما طبعا حتى في السلوكيات التي تتعلق بالطاعة وربما المعصية أيضا فإذا شاف شيء معصية أو شيء خطأ لا شك أنه يتضايق من هذا الشيء وهذا جانب وجداني أشار له الدكتور حقيقة سالم بلفتة جميلة ولبحة جميلة من الدكتور فشكرا له جميل نعم نعم نحن ذكرنا نتكلمنا عن المصفوفة وهي خمسة الخارطة نعم الخارطة بدأنا بقضية معادلة التشخيص القيمي نقاط الخمس معرفة السلوك الخاطئ ثم القيمة التي خلفها نعم ثم بعد ذلك الفجوة ثم القيمة الصحيحة أو القيمة الإيجابية السلوك الإيجابي المصلوب ثم القيمة خلفها بالضبط نعم صحيح النقطة الثانية هي مراعات المرحلة العمرية كما ذكرت قبل نعم جميل وهذا مهم جدا نعم وحنذكر مثال بعد قليل تطبيقي الجميل وبإذن الله أنه يعني يكون واضح جدا تمام اللي عمره ثلاث سنين مزي لعمره تسع سنين لا شك ولتسع سنين مزي 12 سنة يختلف وحنرى بعد قليل النقطة الثالثة حتى لا نأخذ وقتا طويلا هي جانب الخصائص لكل مرحلة من المراحل العمرية للإنسان في مراحل عمره خصائص خلينا نسميها للفئة العمرية نعم الخصائص الجسمية الفيسيولوجية النمو الحركي الجانب الحسي العقلي الاجتماعي الانفعالي تمام الخلقي وجانب اللغوي كل هذه الخصائص الثمان التي حصرها أهل 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 الاختصاص وأهل العلم في هذا الجانب قالوا لابد لابد ممن يغرس ويعزز القيم أن يحرص على هذه الخصائص يحرص على هذه الخصائص تمام يعني مثلا في النمو الانفعالي الطفل اللي عنده في مرحلة الطفول المتوسطة نحن نقول الطفول المتوسطة من كم لكم من ستة إلى تسعة تشوف عنده جانب الغيرة مثلا تمام الغيرة إذا واحد أخذ لعبتها وإذا أخذ مثلا ربما شيء يمتلك عنده جانب جانب مثلا الغيرة تمام مثلا الطفولة المتأخرة يكون عنده جانب الخوف طيب طفول فكل شيء تجد اللي في مرحلة طفول المتوسطة من تسعة أو من ستة إلى تسعة يدرك أن هذا صيف أو اللي فيه شتاء أو فيه خريف أو ربيع يمكن ثلاث سنوات أو أقل في طفولة مبكرة قد لا يدرك ويدركها بس مش بالشكل اللي فعلا يلامس حسه تجد مثلا الطفل اللي عمره ثمانة تسعة سنوات اللي طالع قال اليوم برد يا يبا زين أو اليوم حر أو اليوم صيف شديد ويميز بين السنة ذي وربما السنة التي قبلها إذن مراعاة هذه الجوانب نقطة حقيقة مهمة في ما أسميناه وإحنا خارطة طريق غرس القيم اللي هي الجوانب النقاط الثمان نعم ننتقل للبعدها نعم نقطة التي بعدها هي تتعلق بمراعاة المكونات الثلاثة التي ذكرناها والتي علق عليها أيضا دكتور سالم مشكورا هنا جانب المعرفي المهاري جانب السلوكي جانب الوجداني النفسي والجانب السلوكي تمام اللي في التصرفات ثم ننطلق إلى ما قبل الأخير وهي تحديد ماذا؟ تحديد المجال تحديد المجال القيمي وقبل أن نتحدث عن المجال القيمي مهم جدا أيضا من المربي أن يستحضر في هذه اللحظة تماما؟ بعد ما يستحضر المكونات الثلاث ويعطيها حقها كل مكون في أثناء عملية غرس وتعزيز القيم أن يستحضر ماذا؟ يستحضر استراتيجيات أو أساليب غرس القيم بعض المربين يسميها الساليب بعضهم يسميها استراتيجيات جميل وعندما نتحدث عن استراتيجيات كما ذكر أحد المربين حقيقة في أحد المراجع التي حضرت فيها هذا الموضوع هي دعنا نقول وهي في ديننا العظيم ديننا الإسلامي العظيم كتاب الله تبارك وتعالى هذا أول مصدر لا شك من مصادر التربية ولا نختلف على هذا دستورنا رقم الثنين السيرة النبوية سيرة النبي الله صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة الأمور التربوية دعنا نقول العامة المعروفة نأخذ مثال في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا يمكن في معرض حديثنا في الحلقة الحوار الكتاب الله تبارك وتعالى مديء بالحوارات جميل تماما بين مختلف أطراف جانب ضرب الأمثال مثلا القصص القصص الأمثال في السيرة النبوية الترغيب والترهيب تمام جانب مثلا التوجيه والموعظة الحسنة جانب مثلا إذا صارت في المواقف معينة النبي الله صلى الله عليه وسلم يوظف هذا الموقف في جانب ماذا؟ في جانب النهي عن بعض الأشياء القيم لربما السلبية وأخيرا الأمور التربوية العامة مثل تعزيز جانب المحاكاة جانب تمثيل الأدوار جانب الألعاب التربوية هذه أمور تربوية عامة وهيضا لها دور حقيقة في جانب غرس خليني نقول غرس غرس القيم اللي تحدثنا أخي العزيز عنه نعم كذا هل بقي معنا الشيء؟ بقي معنا الآن نحن أيضا نتحدث على مثال ونموذج نعم تطبيقي الآن قبل فقط دقيقتين ونصف تقريبا ما تبقى عندنا الشيء الكثير نعم جميل حتى هذا الشيء الآن نطبق تطبيقا واقعيا تعالوا بنا أستاذ أنور والإخوة الكرام والأخوات الكريمات المسلمين والمشاهدين المشاهدات نأخذ مثالا تماما في طفون من الطفون المبكرة تماما ونستحضر في هذا المثال أن نحن عندنا خمسة جوانب أساسية في هذه النقاط في جانب خارطة الطريق الجانب الأول العمر نحن قلنا العمر كام هنا من ثلاثة إلى خمسة اللي بنأخذ المثال عليه ونستحضر أيضا الخصائص اللي قلناها قبل قليل ونستحضر التطبيق التربوي المناسب ونستحضر قبل الأخير الاستراتيجيات اللي أيضا عرضناها قبل قليل ونستحضر أخيرا ماذا القيمة المطلوبة فمثلا لما نتكلم على من ثلاثة إلى خمس سنوات ما هي أبرز الخصائص كما ذكرنا قبل شوي ويمكن ذكرناها في حلقة الماضية التقليد والمحكاة هذه من الخصائص البارزة في الطفل اللي عمره من ثلاثة إلى خمسة يقلد يحاكي يعني بيخذ خذ أمثلة كثيرة على هذا الجانب تماما طيب وش التطبيقات التربوية اللي احنا نحتاجها اليوم بالشخص اللي عنده تقليد المحكاة ما هي أن نحن ننتبه إلى تصرف هذا الطفل ونشوف هل هذا الشيء اللي يقلده تقليد سليم صحيح أو لربما غير سليم لربما يقلد شخص غير مناسب منه يقلده يعمل حركة أو لربما يعمل تصرف غير مناسب غير مرغوب به فيوجه هذا التصرف تماما فإذا نحاول أن نوظف هذا الشيء بالطريقة المناسبة جانب هذا أيضا متأصلة في من ثلاثة إلى خمس سنوات جانب التشجيع يحب اللي يمدحها يحب اللي يكائها يقول لها أنت ما شاء الله أنت بطل وأنت ما شاء الله ممتاز وأنت مميز طبعا لا يجب يقول الصح ما يقول لها خلاف طبعا الحقيقة تماما وش الشيء اللي ممكن أنك أنت تحتاج أنك خلينا نقول تراعيه والتطبيق أنك تشبع في واقع الأمر حاجة عند هذا الطفل في جانب مهم في هذه العمر ويغلب عليه كما ذكر بعض التربوين قد يصل إلى ستين بالمئة من وقت الطفل من ثلاثة إلى خمس سنوات جانب اللعب البعض يقول خلاص لا تلعب روح شو بدروسك لا ترى هذا العمر عمر الألعاب يعني عمر اللعب أصلا ما دخل مدرسة تماما وهو غير مكلف بالأساس تماما فجانب اللعب عنده أمر طبيعي وأمر سهل ومن الصفات الجميلة أن تغرس في هذه العمر وفي هذه المرحلة من ثلاثة إلى خمسة هي قيمة الاحترام نختم بمثال سريع من ستة إلى اثنى عشر خلنا نأخذ مثال من ستة إلى اثنى عشر من الأشياء التي نلاحظها في ناحية النمو الحسي أنه تجد يركز على الأشياء المحسوسة من الأشياء يحب يمسك الألعاب بيده من سن الستة إلى سن الاثنى عشر تمام؟ فيحب أنه عند الجانب الحسي جانب المادي تماما ومن الأشياء التي ممكن أنك تعملها كستراتيجيات في هذا الجانب أنك تعطي ما يسمى اللعب الترفيه لأن اللعب الترفيه وخصوصا مثلا تعرف بعض القطع التركيبية كيف بعض الغاز تسمى القطع تتركب مع بعض ويعطي شكل معين تمام؟ يركب أشياء وتكون له شكل مفيد لربما رسومات إلى آخره هذه أيضا وسيلة ومن القيم أيضا الجميلة في هذه المرحلة بالذات قيمة الاحترام كما ذكرنا قيمة تعظيم الله تبارك وتعالى هذه مهمة جدا محبة الله تبارك وتعالى تماما فكل هذه لا شك أنها مهمة في جانب غرس وتعزيز القيم خلينا أسردها سريعا خارطة الطريق نعم سميناها في تعزيز وغرس وتعزيز القيم أولها نطبق معادلة التشخيص القيمي الخمسة التي ذكرناها اثنين اثنين ثانية فقط نعم تمام مراعاة المرحلة العمرية ومراعاة الخصائص الثمان التي ذكرناها وتوزيع مكونات الثلاثة التي قلناها الحسي والوجداني تماما وأيضا السلوك المهاري وأيضا تحديد المجال القيم اللي ذكرناه وأخيرا مرحلة تقويم السلوك القيمي كما ذكرنا الأمثلة البسيطة اللي قلناها شكرا جزيلا مزج هذا كله بيعطيني حقيقة لوحة فنية جميلة وغرس قيم خلينا نقول عالي المستوى بإذنك الله يحفظه وأنت الأجمل أسعدك الله الله يجمل حقك بصحبتك في حلقتين متناليتين مليئة حقيقة بالفوائد والبرامج التطبيقية حول فن غرس القيم لدى الناشئة نشكر المهندس وليد بن محمد الفوزان مستشار تيمة المواهب البشرية والشكر الموصول إلى فريق العمل وإلى قناة زاد وإلى متابعي قناة زاد ونلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة وأنتم في أحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بني لكل اتاحي علمه كيف الانطلاق وكله عون يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق ما